هنروح لمنتخب مصر لكرة السلة واللي كان بيلعب بطول القطر الدولية في قطر الاسبوع اللي فات واللي لعب فيها ثلاث مباريات فاس فيهم بالكامل وصولا بالنهائي مع قطر منتخب قطر والحقيقة فوزنا عليه بنتيجة كبيرة 82-67 طبعا المباراة دي كانت بجاية في استعداد منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا واللي بتتلعب على أرض مصر يوم 24-25 فبراير اللي احنا فيه المباراة دي كانت مهمة جدا الثلاث الأهلاوي ساهم بشكل كبير في فوز منتخب مصر بهذه البطولة من الثلاثة للعب وعمر الجندي أمر طارق وكريم حادم الثلاثة للعب وطب الثلاثة المباراة اللي احنا لعبناها ايه منتخب مصر فاس طبعا في قطر في النهائي ولكن قبلها كان مبارايتين أول مباراة على البحرين فوزنا 83-64 وفوزنا على الأردن بنتيجة 95-58 نجمنا عمر الجندي فاس بأفضل لعب في البطولة وده تتويج لمجهوده أكيد وزهوره بالمستوى القيصة عمر الجندي الحقيقة لعب دائما أبدا تلاقيه ليه مستوى السابت والمستوى اللي بقدر يساعد به فرقته عمر الجندي يعني بشكل يعني كبير جدا بقى لعب استوى ولاعب عنده من الخبرات ومن الشباب يقدر به يعني يعني يحسم كافة أي فريق بالعب نتمنى له دايما السلامة نتمنى له دايما أن يكون في صورة جيدة طيب المباراة اللي جاية بتاعت أفريقيا وتصفات أفريقيا هتتلاعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى زي ما قلت لحضراتكم 23 و25 هيكون معنا وسط أفريقيا كودفار ومدغشكر هقول لحضراتكم ترتيب المباراة اللي قولها هيكون مع وسط أفريقيا من جمعة جاية وبعدين هنلاعب مدغشكر إن شاء الله يوم السابت اللي بعده والحد هيكون مع كودفار هيتأهل من المجموعة دي تلت فرق تلت فرق هتروح لبطولة أفريقيا القادمة والتلاتة دول هيلعبوا تصفيات كأس العالم كأس العالم القادم هيكون 2027 يعني الدنيا الرابط خالص انت مفهود 2026 تيجي وانت تعرف الفرق الأغلبها أو اللي تأهلت فخلاص على آخر السنة دي هيبتدي تصفيات أو الويندوز الجديدة لكأس العالم الجديد ثلاث فرق من ثلاثة من الأربعة هيتأهلوا لأفريقيا وبالتالي هيتأهلوا لتصفيات كأس العالم خلينا أقول لكم أن أقل الفرق حظوظا هي مدغشكر مدغشكر تأهلت عشان تلعب الويندوز دي على أرض مصر بصعوبة جدا مدغشكر يعني هي أقل فريق مستوى موجود من الأربعة ولكن كودفار فريق كويس وعمل شغل كويس أيضا وسط أفريقيا كان معانا كمان هناك فيه بطولة قطر فجاي مستعد بشكل جيد مفيش غير مصر كمان الدولة المستضيفة ومعانا مدغشكر فمدغشكر بنسبة كبيرة جدا هي اللي هيكون برها ده من رؤية الفنية ولكن المفاجآت يعني بتبقى وارد ولكن مع فرق المشتوى الكبير ده بتبقى المفاجآت صعبة يمكن تسلى غير كتير غير كرت القدم كرت القدم ممكن فرقة تنزل تدافع تحط جون يعني وتدافع طول المباراة تكسب في البسكت مفيش الكلام ده البسكت انت او اليد او الفرقة دي بيبقى فرق المستوى باين وبيبان وبيفرد كلمته ولكن لو المستوى قريب انت بابتقدرش تعرف النتيجة كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله وطبعا مش محتاج افكر حضراتكم اللي بيقود منتخب مصر كرت السلة هنريك رودل هنريك رودل ده كان مدير فني الاتحادس كندري السنة اللي فاتت وتم استبعاده او تغييره وتولى المسؤولية الكابتن احمد عمر خلفا ليه ودلوقتي الاتحاد المصر يكلمه عشان يرجع مرة اخرى لمنتخب او العودة المصر تاني في شكل منتخب خليل اول حاجة انا كنت موضوع عايز اثيره يعني الحقيقة انا دايما ضد فكرة ان يبقى اي حد يتولى منتخبات مصر يكون بيتولى مسؤولية فنية في احد الاندية الحقيقة انا ضد هذا التصور او ضد هذا الاتجاه نهائي اولا يعني ده بيأثر بشكل عام على اختياراته بيأثر بشكل عام ما تقوليش ابدا ده مش اقصر عند الوقت انا مدير فني نادي اكس مش هقول اسم معين عشان محدش يقول ان انا بسقط على احد النهاردة لو انا مدير فني نادي اكس ونادي اكس ده عندي ست سبع لعبين ست سبع لعبين كويسين اكيد انا ممكن اللاعب يتساوى مع لعب تاني في نادي تاني اخده لان انا مش عايز لما ارجع او ممكن يكون اقل شوية مش عايز لما ارجع النادي يلاقي اللاعب ده بالبلدي كده مقاير مني فانا اخسر في النادي فكرة يا جماعة والكلام ده على الفريق الكبير والناشئ لو سمحت انا يعني بقولي الكلام ده عن خبرة وعن رؤية وانا شايف الكلام ده ما ينفعش يبقى مدير فني بيتولى اي مسئولية في اي نادي يتولى مسئولية في المنتخبات لو سمحته يريت حتى انا شايف ان اللجنة الولمبية المصر لازم يبقى لها دور في المضادة لازم وزارة الشباب والريادة يكون لها دور في المضادة لانه ده بيأثر في الاخر على منتخباتنا عايز تشتغل مع منتخب مصر اهلا وسهلا ولكن لا تتولى اي مسئولية فنية من اي جهة من اي ناحية في اي نادي في مصر كلام ده ما بيحصلش باي حتة مهم جدا ان هو يبقى موجود واختياراته تبقى لمصلحة المنتخب فهنريك النهاردة هو مش او يعني مدير فن الروديك اللي ماسك المنتخب هو متفرغ او ملويش غير منتخب مصر انا ضد ذلك تماما يعني ممكن اتقبل فكرة ان يمسك فرقة خارج مصر يعني يكون زي المدير الفن اللي قبل كده روي رانا اللي كان ماسك مقاطعة في اليابان ماشي ولكن انا عندي يعني concern على الموضوع ده ولكن يمسك حاجة في مصر لا لو سمحتوا يا جماعة لو حد بيسمعني او حد ده يعني من لجنة الولمبية المصرية من وزارة الشباب من الاتحادات لو سمحتوا محدش انا يعني رجاء ورؤية انا شايفها بنسبة كبيرة صح محدش ينفع يمسك كمدير فني في المنتخبات وهو بيتولى منصف فني في احد الاندية ما ينفعش انا شايف ده مش في الاخر مش هيبقى غصبا عنه احنا بشر غصبا عنه وهو لو احسن واحد في الدنيا بس غصبا عنه هيتأثر بوجوده في هذا النادي الفني وانه اكيد هيتأثر في اختير اللاعبين او في اختيرات معسكراته واكبر دليل على كده يعني انا مش عايز اقول حاجة ان فيه تلاتة ع تلاتة تم اختيار منتخب تلاتة ع تلاتة الاربعة من النادي الان او تلاتة من النادي الان والنادي المنافس مختاروش منه حد بدليل انه المدير الفني بتاع هدي او المنتخب ده هو مدير فني في النادي المنافس طب ازاي يا جماعة والكلام ده حصل عليه كلام كتير على السوشيال ميديو بتاعه لو سمحت بلاش كده وخلينا نتكلم على منتخب مصر ودايما نعلي يعني زيارة كابتل محمود الخطيب وتلبيت دعوته طبعا في النادي الزمالك شايفين الاثر الايجابي الكبير اللي حصل اثر كبير جدا واجابي كبير جدا على الوسط الرياضي عايز ان ده في الاخر هيعود على منتخب مصر طبعا طبعا مفيش شك هيعود بالنفع على منتخب مصر احنا في الاول اخر نسيج واحد ماينفعش ابدا ان انا فالصح يتعمل دايما منتخب مصر منتخب مصر هو العنوان اي حاجة مش هتخدم منتخب مصر لازم ما نعملهاش فانا شايف ان احنا ماينفعش يكون فيه جهاز فني او اي حد بيعمل او يتولى مسؤولية فنية في احد الاندية تولى اي مدير فني في اي منتخب من المنتخبات